اشتركوا في القناة هذا ما قد يتماشى مع أمر الملك السعودي النائب العام بفتح تحقيق داخلي في مسألة خاششي بناء على المعلومات التي ترد من الفريق المشترك في اسطنبول كاشفت صحيفة ديلي توليغراف البريطانية في تقلها أن دوائل القرار السعودية تحاول إنقاذ سمعت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من تداعيات قضية اختفاء الكاتب جمال خاشقجي في قمصرية بلاده بسرعة وهي تبحث حاليا فرضيات عدة إحداها محاولة إقناع الأتراك بالموافقة على بيان مشترك يدعي أن خاشقجي توفي بسكتة قلبية داخل القنصلية وأن جثته تم إخفاؤها من قبل موظفين دبلوماسيين مذعورين وتستبعد الصحيفة موافقة تركيا على رواية منمقة للوقاع في القضية لا سيما في الظل ما ذكره المسؤولون الأتراك سابقا عن عملاء ورجال أمن سعوديين يرجح أنهم تولوا قتل خاشقجي طالب الكاتب الأمريكي في صحيفة نيورك تايمز نيكولاس كريستوف الأسرة الحاكمة في السعودية بعزل ولي العهد محمد بن سلمان وتعيين ولي عهد بدلا منه وأحث دول حلف شمال الأطلسي على سحب سفرائها من السعودية دائم في الوقت نفسه الشركات الغربية إلى الانسحاب من مؤتمر الاستثمار دافس في الصحراء مطلع الشهر القادم وطلب كريستوف بإجراء تحقيق دولي في اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي تحت إشراف الأمم المتحدة مضيفا أن المكان المناسب لمحمد بن سلمان هو السجن في زنزانة منفردة وقال الكاتب إن الجانب المثير للغثيان في قضية خاشقجي يتزايد بشكل مستمر مشيرا إلى أن ابن سلمان قد يكون هو الذي أشرف على عملية اغتيال الكاتب جمال خاشقجي وتقطيع أوصاله ونشرت صحيفة تايمز البريطانية تقريرا تناولت فيه كيفية تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي وقالت الصحيفة إن ترامب يسير على حبل مجدود حسب كلامها بين حليفين إشكاليين وبين تضارب في روايات اختفاء خاشقجي الذي يوشك على دخول أسبوع الثاني وبين جماعات حقوق الإنسان والمصالح الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوضح التقرير أنه ليس مستغربا أن يحاول ترامب مراعاة مصالحه جميعها وتختتم تايمز تقريرها بالقول إن على ترامب أن يتعامل بحرص مع تركيا لأن أي تلميح لتبرية الرياض سوف يثير حفيظة الأتراك مشيرة إلى أن العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة أصبحت أفضل حالا أخيرا بعد إطلاق أنقرى سراح القصة ينضم إلينا عام الأقمال الصناعي من تركيا سيد رسول توصن البرلمانية التركية السابقة